السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا هنعمل العزازية بشكل مختلف هنعملها بس المرة دي هنعملها بالرز مش بالمكرونة للناس اللي ما بتحبش المكرونة ممكن نعملها بالرز جميلة جدا تحفة مكوناتها جميلة جدا وسهلة وما فياش اي حاجة هنبدأ على بركة الله عندي كوباية رز سلقتها في لبن انا سلقتها في لبن اشعرف عقمته الغذائية عايزة تسلقها في مياه انتي ورحتك بس انا سلقتها في لبن عندي خمس بيضات عندي معلقة زبدة عندي نص كوباية سكر معلقة كبيرة فانيليا ومعلقتين كبار اشتا دي كل المكونات بتاعتها هنبدأ على بركة الله حط الرز في الكبه واحط معاه الاشتا حفرهم في الخلاط انا هنا الرز تقريبا شبه يعني ما صفتوش من اللبن قوي يضب فضيت منه لو في لبن زيادة فضيت شوية منه والباقي موجود فيه ما صفتوش وحطيت عليه الاشتا وضربته في الخلاط بعد كده جبت الخمس بيضات حطيت عليهم الفانيليا حطيت عليهم نص كوباية السكر وضربتهم في الخلاط وحفضي الخلطين على بعض وحقلب الخليط كويس جدا عشان يمتازك كل حاجة مع بعض حطيت هنا معلقة جزت الهندي دي اختيارية لو عايزة تحطي حطي مش عايزة برحتي عايزة تحطي مكسرة تحطي بعد كده أنا صيحت السمنة على النار نزلت بالخليط يضوب الخليط قلبته مع السمنة بعد كده جبت صنية مدهونة بالزبدة وفضيت فيها الخليط ودخلته الفر قعد عشر دقايق بعد كده طلعت وضيئتين تحت الشوية ودي شكل العزيزية بعد ما طلعت حاجة روعة ده شكلها النهائي يارب يكون النهاردة وصفتنا عجبتكم ولو عجبكم الفيديو لايك وشير حتى يصلكم منا كل جديد رجاء نشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر